موسيقى السلام عليكم أعزائي طلبة الصف العاشر أهلا وسهلا بكم ودرس جديد من دروس الرياضيات بعنوان الاقترانات متعددة القاعدة أهداف درسنا لهذا اليوم التعرف على مفهوم الاقتران متعدد القاعدة وتمثيل الاقتران متعدد القاعدة بيانيا نشاط تشجع وزارة التربية والتعليم الرحلات الترفيهية والعلمية ليقوم الطلبة بزيارة الأماكن الأثرية والتعليمية والترفيهية في فلسطين ومن الأماكن الترفيهية التي يزورها الطلبة مدنة الملاهي التي تعمل على اجتذاب الزائري بإعلان خصميات على سعر تذاكر الدخول عمدت إحدى مدن الملاهي إلى نشر الإعلان الآتي للزائري نلاحظ عزيزي الطالب مجموع سعر التذاكر بالدينار وعدد الأفراد مثلا إذا كان عدد الأفراد أكبر أو يساوي واحد وأقل من خمسة فيكون مجموع سعر التذاكر بالدينار هو عدد الأفراد ضرب عشرة وهكذا المبلغ الذي تدفعه عائلة مكونة من أربعة أفراد أربعة أفراد من الفئة أربعة أكبر أو يساوي واحد وأقل من خمسة إذن المبلغ الذي سوف تدفعه هذه العائلة هو عدد الأفراد ضرب عشرة وعدد الأفراد هم أربعة ضرب عشرة يساوي أربعين دينار السؤال التالي المبلغ الذي تدفعه عائلة مكونة من ثمانية أفراد ثمانية أفراد هي من الفئة الثانية ثمانية أكبر أو يساوي خمسة وأقل من عشرة إذن المبلغ يعتمد على عدد الأفراد ضرب خمسة زائد عشرون فيكون ثمانية أفراد ضرب خمسة زائد عشرون فتدفع ستين دينار السؤال التالي المبلغ الذي تدفعه مجموعة مكونة من ثمانية عشر طالبا من الفئة نعم ثمانتاش أكبر أو يساوي عشرة وأقل من أربعين فالمبلغ يعتمد على عدد الأفراد ضرب ثلاثة زائد أربعين فيكون نعم طمانتاش ضرب ثلاثة زائد أربعين يساوي أربعة وتسعون دينار المبلغ الذي يدفعه خمسة وخمسون طالبا خمسة وخمسون طالبا من الفئة نعم خمسة وخمسون طالبا أكبر أو يساوي أربعين فإنه يدفع مئة وخمسين دينار المبلغ الذي تدفعه كل مجموعة من الأشخاص يتغير بتغير عزيز الطالب نعم أحسنتم يتغير بتغير عدد الأفراد ماذا تسمى مثل هذه العلاقة؟ تسمى مثل هذه العلاقة اقتران متعدد القاعدة لماذا؟ لأن هناك أكثر من قاعدة نعتمد عليها عزيز الطالب هل هناك أمثلة على الاقتران متعدد القاعدة؟ نعم مثلا قاف السين يساوي سين زائد واحد عندما سين أكبر أو يساوي واحد اثنين سين عندما سين أقل من واحد يحتوي هذا الاقتران على قاعدتين فيكون مثل هذا الاقتران يسمى اقتران متعدد القاعدة وتسمى النقطة واحد هي نقطة تحول لماذا؟ لأن الاقتران يتحول حولها عندما سين أكبر أو يساوي واحد تكون قاعدة الاقتران سين زائد واحد وعندما تكون سين أقل من واحد تكون قاعدة الاقتران اثنين سين مثال آخر قاف السين يساوي اثنين سين عندما سين أقل أو يساوي سالب خمسة اربعة عندما سين أكبر من سالب خمسة وأقل من خمسة وسين نائس ثلاثة عندما سين أكبر أو يساوي خمسة نعم متعدد القاعدة يحتوي على ثلاثة قواعد ماذا نسمي السالب خمسة والخمسة؟ تسمى أيضا نقاط تحول لأن الاقتران قاعدة الاقتران يتحول حولها لو عزيز الطالب طلب منك ما سورة في الاقتران الأول سورة الاثنين في أي قاعدة سوف نعوض الاثنين؟ اثنين أكبر أو يساوي واحد أم أقل من واحد؟ نعم الاثنين أكبر أو يساوي واحد إذن نعوض في هذه القاعدة سين زائد واحد فتكون اثنين زائد واحد ويساوي ثلاثة هكذا نجد سورة العدد في اقتران المتعدد القاعدة عزيز الطالب ننتقل إلى تمثيل الاقترانات متعددة القاعدة بيانيا نشاط أمثل بيانيا الاقتران الذي قاعدته قاف السين يساوي سين نائس اثنين عندما سين أقل من سالب ثلاثة وسين زائد خمسة عندما سين أكبر أو يساوي سالب ثلاثة سالب ثلاثة هي نقطة التحول نعم نلاحظ نأخذ قيم في الجدول أقل من سالب ثلاثة وقيم أكبر من سالب ثلاثة عندما سين أقل من سالب ثلاثة فإن القاعدة هي نعم سين نائس اثنين وعندما سين أكبر أو يساوي سالب ثلاثة فالقاعدة هي سين زائد خمسة نجد الصور قاف السالب ثمانية سالب ثمانية نائس اثنين نعم سالب عشرة سالب ستة نائس اثنين سالب ثمانية وسالب أربعة نائس اثنين سالب ستة سالب ثلاثة تعتمد على سورة قاف السالب ثلاثة تعتمد على القاعدة الثانية تكون ضمن القاعدة هذه فقاف السالب ثلاثة تكون اثنين نكمل قاف السالب 2 ثلاثة وقاف السالب 1 أربعة وقاف السفر خمسة وقاف الثلاثة ثمانية وقاف الخمسة عشرة ننتقل عزيز الطالب للرسم البياني نقطة التحول سالب ثلاثة فنضع عند سالب ثلاثة خط متقطع بهذا الشكل لأن سالب ثلاثة هي نقطة التحول يتحول الاقتراع حولها نأخذ قيم أصغر من السالب ثلاثة سالب أربعة صورتها سالب ستة مثلاً وسالب ستة سالب تمانية فيكون نصل هذه النقاط طبعاً هذا هي القاعدة هو اقتران خطي فتتم يكون رسمه خط مستقل بهذا الشكل لنأخذ قيم أكبر من سالب ثلاثة مثلاً سالب اثنين ثلاثة وسالب واحد أربعة ونصل هذه النقاط فنحصل على الخط الثل هنا سالب ثلاثة خاف السالب ثلاثة تعتمد على المسواة خاف السالب ثلاثة هي اثنين فيكون عند السالب ثلاثة عند الاثنين دائرة مغلقة لنبين أن سورة قاف السالب ثلاثة هي اثنين وليس سالب خمسة ولو عوضنا سالب ثلاثة في القاعدة الأولى تكون سالب خمسة لكن هي ليست سورة العدد سالب ثلاثة وهكذا يكون عزيز الطالب التمثيل البياني للإقتران متعدد القاعدة وننتقل إلى نشاط آخر أمثل بيانيا الاقتران الذي قاعدته قاف السين يساوي اثنين سين زائد خمسة عندما سين أقل أو يساوي سالب ثلاثة اثنين سين عندما سين أكبر من سالب ثلاثة وأقل من أر واحد وسين تربيع عندما سين أكبر أو يساوي واحد ما هي نقاط التحول؟ نعم سالب ثلاثة وواحد بجدول نأخذ قيم بهذا الشكل سين أقل أو يساوي سالب ثلاثة تكون القاعدة هي اثنين سين زائد خمسة وعندما سين أكبر من سالب ثلاثة وأقل من واحد تكون القاعدة اثنين سين وهذه تكون قاعدة سين تربيع نجد السور سالب ثمانية نعوضها في القاعدة فتكون سالب احد عشر قافل سالب ستة سالب سبعة قافل سالب أربعة سالب ثلاثة وهكذا أما عندما نجد قافل سالب اثنين نعوضها في قاعدة اثنين سي وهكذا السفر اثنين في سفر السفر وعندما نصل السين تربيع نعوضها فيها تكون اثنين تربيع أربعة وقافل ثلاثة تكون تسعة وتكون عزيز الطالب قافل سالب ثلاثة تعتمد على المساواة نعوضها في القاعدة الأولى فتكون الناتج سالب واحد وقافل واحد تعتمد على المساواة فتكون سورتها تعتمد على سين تربيع واحد تربيع فهي واحد أما السالب ثلاثة تعتمد على القاعدة الأولى نحدد عزيز الطالب بعض هذه النقاط في المستوى الديكات سالب ثلاثة وواحد هي نقاط تحول نضع بخط متقطع عند سالب ثلاثة وعند الواحد ينقسم المستوى الديكارف إلى ثلاثة أقسام تكون ثلاثة رسمات لثلاثة قواعد نبدأ نبدأ سالب أربعة مع سالب ثلاثة سالب ستة مع سالب سبعة هذا اقتران خط نصله فتكون هذه هي رسمة اثنين سين زائد خمسة ضمن سين أقل أو يساوي سالب ثلاثة نكمل القاعدة الثانية مثلا سالب اثنين سالب أربعة سالب واحد سالب اثنين سفر سفر نصل هذه النقاط لرسم القاعدة الثانية فتكون الخط المستقيم التالي فتكون قافي واحد واحد قافي اثنين أربعة قافي ثلاثة تسعة هذا اقتران تربيعي يجب عزيز الطالب يصاله بشكل منحني فهكذا نكون قد رسمنا الثلاثة قواعد تبقى نقاط التحول قافي السالب ثلاثة هي سالب واحد وقافي الواحد هي واحد فتكون النقاط كالشكل التالي هنا مغلقة وهنا مغلقة أما النقاط هنا تكون مفتوحة لنبين أن قافي واحد واحد وليس اثنين وقافي السالب ثلاثة سالب واحد وليس سالب ستة وهكذا عزيز الطالب يكون تمثيل الاقترانات متعددة القاعدة بيانياً ننتقل عزيز الطالب إلى المهمة التعليمية نتمنى منك حل هذه المهمة أرسم منحنة كل من الاقترانات الآتية خافي السين يساوي ثلاثة عندما سين أقل من سالب أربعة سين عندما سين أكبر أو يساوي سالب أربعة وأقل أو يساوي اثنين سالب سين زائد ستة عندما سين أكبر من اثنين الاقتران الثاني خافي سين يساوي اثنين سين زائد واحد عندما سين أقل من سفر سين تربيع عندما سين أكبر أو يساوي سفر المهمة الثانية الاقتران الذي يظهر منحناه في المستوى الدكار في أدنى ما إحداثيات نقطة الرأس وما معادلة محور تماثل المنحنة إلى هنا أعزائي الطلبة ننهي درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بدرس جديد مع السلامة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر